مرحبا برج الميزان أهلا بكم بشكل عام برج الميزان الشخص القادم في طريقك هو شخص حاليا وضع عادي وحاليا وضع بسيط ولكن الطاقة النارية المهمة على القراءة تقولي أن هذا شخص راح يغير مجرح حياته راح يصير لتأثير كبير نجاح كبير في المستقبل وخصوصا في مجال الإعلان هذا شخص ما راح يقبل فقط بوظيفة الأساسية أو وظيفة العادية عنده طموحة مو طموح لا عنده موهبة وهذا الموهبة هي اللي قاعدة تدفع ساعات الطموح لما يدفعنا هي رغبتنا أن نكون أكثر من شدي أو ننجح أكثر من شدي هذا شخص أساسا الحظ أو النجاح قاعد راح يطرق بابه في المستقبل هذا اللي راح أنبهكم عليه حتى لو وقت اللقاء التقيتوا فيه وظيفة عادية أو وظيفة روتينية حروف اسمها عندنا حرف العين وحرف الهاء برجة ممكن يكون من برج الحمل الطاقة النارية واضحة زين الطاقة الترابية أيضا واضحة ممكن يكون جدي أو ثور وقت اللقاء وقت اللقاء راح يكون في سنة زوجية يعني ممكن يكون في 2020 أنا تعتبر سنة زوجية 2022 لأنها سنة زوجية شهر اللقاء أيضا راح يكون خلال شهر أربعة أربعة هو شهر أبريل هذا هو وقت اللغاء أغلب الاحتمالات أن التواريخ راح تكون زوجية في وقت لقاءكم نزل خلنا نشوف مكان اللقاء برج الميزان أنت راح تكونون ذاهبين إلى مكان مو جديد عليكم يمكن مجمع يمكن سوق يمكن حتى جامعة ممكن يكون أي مكان ولكن هذا المكان جددوا فيه أو ضافوا إليه محل جديد قسم جديد هو بيكون تبع هذا القسم الجديد أو وكلوا إليه عمل بخصوص هذا القسم الجديد ممكن يكون محل جديد في السوق مطعم جديد في مكان أنتو احتدتوا أن تذهبون إليه قسم جديد افتدحوا في مستشفى قسم جديد كلية جديدة في الجامعة المكان جديد افتتاحه أوكي على الأغلب بيكون هو هناك يعمل أو 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 ينظم عنده وظيفة تنظيمية أنتو هناك رايحين لأن هذا مكان أنتو ترتادونه بالعادة ليس جديد عليكم وإذا مو أنتو تترددون إليه فأحد من أهلكم يعني احتمال كبير يكون مثلا برج الميزان ذاهب يوصل أو يرافق أحد إلى الجامعة أحد إلى السوق أحد إلى المستشفى مشرط أن أنت تكون الشخص الأساسي ممكن أن أنت ذاهب يترافق أحد أوكي مواصفات شكله هذا شخص طويل صعب أنك ما تلاحظه لأنه ليس متوسط الطول يميل أنه يكون طويل رشيق جسمه متناسق أوكي وقت لقائكم رح يكون لابس قميص أبيض أو على الأقل قميص سادة زين جينز أسود هذا الشخص شعره مرتفع يعني شعره ليس منخفض أو خفيف مرتفع يمكن يسوي تسريحة معينة تخليه مرتفع أوكي لطيف بالكلام ولكن أيضا كلامه مقتبض يعني كلامه مختصر زين عنده تقاطع بوجهه صغير السن في العشرينات ولكن في عنده تقاطع في وجهه إذا ما في العشرينات على الأقل بيكون أصغر من شكله لأنه في عنده تقاطع بوجهه المفروض ما تكون ظاهرة عليه في هذا السن إما خطوط الابتسامة اللي تكون جنب الفم أو في الجبهة فيه أشخاص حتى عمرهم 14 سنة بسرعة تطلع لهم خطوط الجبهة لأنه دائما يرفعون حاجبهم أو يسويون تعبيرات بالوجه تخليها الخطوط تظهر عندهم الجبهة أو جنب الآن شنبعد شعره مو أسود بني غامق بني غامق وأيضا لون شعره مثل لون عينه هذا الشخص ما في أي ملامح زيادة مميزة عشان عشان أعطيكم إياها بشرتها تميل إلى أنها تكون حضية أو فاتحة ليست سمرة خلا نشوف أطباعة هذا شخص جدا في العمل محترف أو لبق عنده تعامل مع الناس ولكن كأنما ما يسمح لهم بسرعة أن يتقربوا منه أو يعني يحط خط واضح حتى لو أنت حاولت تتقرب منه برج الميزان هو يحط خط واضح ما بين الاحتكاك والتعامل مع الناس وخدمتهم وما بين أني أدخل معاك في علاقة شخصية حذر يأخذ وقته ما يستعجل في العلاقات يحسبها صح لبق بالتعامل نعم سريع الفهم بس كلامه بطيء بسرعة يفهم بس يأخذ وقت لما يقول كلمة يحسب الكلامة الفحسب ولما يقول الكلام يكون يقصده يحاول أنه ما يجرح الناس بس يقصد كلامه لأنه يأخذ وقته في الكلام أو عشان يرد هذا شخص نوعا ما تقليدي وغير تقليدي في الأكل يحب يأكل شيء قديم شيء قديم وشيء تقليدي مثل التمر ونعتمد على الدولة اللي انتم موجودين فيها شنو راح يعتبر الأكل التقليدي هل هو الشاي هل هو الكهوه هل هو الزيتون هل هو التمر هذا راح يعتبر شيء تقليدي وعندنا أيضا حب وجبات الدجاج اللي تكون من المحلات الوجبات السريعة الفاستفود وهذا يعتبر غير تقليدي عنده حب للأكل خصوصا الوجبات السريعة اللي فيها كتلكم فهني عندنا نوع مو من التناقض يجمع القديم والحديث هذا شخص كان له شوفوا ما طلع الدنيا بين يوم وليلة حاول في مجالات وايد انه هو جرب مجالات وايد جرب انه يلعب كرة ويحترف ما مشا معاه الموضوع او هو قرر انه لا يجد نفسه في هذا المجال مجال الكرة او مجال شيء في الرياضة ممكن يكون سباحة ممكن يكون كرة طاولة اوكي وبعدين عندنا ايضا جرب في مجال متعلق ب هو عنده حب لاشوف الحيوانات الاليفة ممكن يكون الطيور او الحصان الاحسنة اوكي وايضا فترة من الفترات اشتغل في هذا المجال يبيع ويشتري وحمد الله طلع لنفسه دخل في ذلك الوقت ولكن ايضا تعب سرعة يتعب او يتملل يجرب الشيء بعدين يتركه فهذا شخص قابل ان تلتقون فيه وهو يعمل انزين في هذه الشركة في هذه الجهة هو شخص جرب كذا مجال اخر اوكي وهذا ايضا شخص لا يعتمد فقط على وظيفة الاساسية دائما يكون عنده ما بقول لكم مشروع بس عنده دخل ثاني هواية او عمل شيء يديره حتى ممكن يكون حساب انستجرام عنده طاقة اعلامية فممكن هذا الشخص موهبة القادمة اللي راح تطلع خصوصا بعد الزواج ونجاح بيكون فيها هي الاعلام اللي يكون عن طريق الاستجرام ومو اعلام واحد راح يملك عقب فترة كذا كذا حساب في كذا موقع تواصل اجتماعي ويديره وايضا يدر عليه مدخول من اجل الاعلانات فهذا الشخص لا يعتمد على مدخول واحد فقط نزيل يحب يعتمد على نفسه وايضا يحب اعمال الخير يعني على دائما ممطر هذا الشخص ان يساعد الاخرين خصوصا هو ليس ثري جدا هو يملك وظيفة وايضا يملك دخل اضافي وهذا الدخل راح يزيد بعد الزواج نزيل طاقته ان من الاشخاص اللي بعد الزواج الله يبارك لهم وزيد لهم في الرزق بس مع ذلك يساعد الناس يعني مثلا لو كان يملك حساب استقرام بتشوفونا مثلا مرة في الشهر ومرة في الاسبوع ينزل اعلانات مجانية لدعم منتجات محلية لدعم الاسر المنتجة هاي طاقته ما ينسى الاشخاص المحتاجين وعلى قدر ما الله يؤتي يساعدهم انت تعاطف تجاه المحتاجين يمكن ان هو في السابق ايضا كان محتاج ماذا سيقدم لك قبل الزواج انزيل هنا نتكلم عن الحسابات المتعددة اللي هو اصلا يديرها غير عن وظيفته رح يقدم لك اشوف تذكرة او دخول مجاني الى شيء معين باقي الاشخاص يدفعون من اجل ان يدخلون اليه او يستعملون هو رح يقدم لك دخول مجاني محادثات ايضا بعيدة المدى نتكلم عن محادثات الهاتف ولكن المكلفة يمكن هو رح يسافر ويحرص ان يتصل فيكم وهو على سفر اوكي هذه المحادثات وايضا رح دائما يكون يرسلك كل ما بين فترة وفترة يرسلك شيء من اختياره هو شيء جديد يرسله لك عن طريق البريد او عن طريق مندوب لانه هناك انما انت تفاجئ باتصال هادفي ان في طلبية او طرد رح يوصل لك يا برج الميزان عن طريق هذا الشخص اوكي رح يفاجئك بهاي الطرق وايضا من الاشياء اللي رح تصير قبل الزواج هو انه يحرص انه فيه تفاهم بينكم وان حياتكم تبتدي ببساطة خصوصا في البداية يبقي ان حياتكم تبتدي ببساطة بعيد عن التكلف طاقة برج الثور عندي هنا قوية ما دري ليش الجدي ايضا خلنا نشوف اسرتها هذا الشخص حكت الحياة بكير اضطر ان يعتمد على نفسه بكير عنده اخوان واخوات ما شاء الله لان احتمال ايضا ابوه انه متزوج اكثر من مرة فعنده اخوان واخوات من كل زوجه هذا شخص ايضا قاعد يعين بشكل شهري يعين اهله يعين المحتاجين ترى هذا ما يبدر في النعمة قاعد يعين المحتاجين يعني مثلا يعطي امه مبلغ من اجل مصاريف اساسية يدفع مصاريف من اجل اخوة قاعد يدرس اخوانا في الجامعة قاعد يدفع مبلغ عشان امه مصاريف الدراسة من اجل اخوانا هذا هو نوع الاسرة ليأتي منها فاسرة متكاتفة اسرة اذا انتخذت لها برج الميزان رح رح تكون جزء منها لان همومهم رح تصير همومكم فهذا ما عنده طاقة اذا شفت القراءات السابقة ما عنده طاقة انه اموالي ونعمتي فقط حق نفسي لا يشرك فيها مو بس اهله حتى الناس وخصوص المحتاجين ما يصرفها من اجل الترفيه يصرفها على المحتاجين فعنده من اهله محتاجين ويعتمدون عليه اصغر منه اخوة اوكي كثير الانشغال ورح يزيد انشغاله النصيب رح يكون شدي رح يزيد انشغاله بعد ما تتعرف عليه بعد ما تدخلون في علاقة رح مع الوقت كأنه ما يعتمد عليك انت انه تقوم بالكثير من الامور لانه هو كأنه ما عنده كذا عمل عنده كذا مصدر رزق يداريهم فيعتمد عليك انت ان تقوم ببعض الواجبات من اجله ويؤمنك ايضا على الاموال يؤمنك ان نخل هذا المبلغ خل عندك على جم لكن على الاغلب هذا بعد الزواج خلنا نشوف الحنوار رح تعيشوا مع بعض اصلا ما في مكان اشوف ما في مكان في بيت اهلهم عشان انتوا تسكنوا فيهم تسكنوا في يعني ما في مجال بيت اهلهم ما يسمح فهذا الشخص رح يختار مكان قريب من مقر عمله او مكان بزنسه اوكي مكان يوفي بالاحتياجات الاساسية عشان يستأجره في البداية لانه في بداية حياتكم الزوجية مع بعض رح يكون في الكثير من التنقل اوكي هذا مكان وين ما يأخذ عمله انتوا تنتقلون اوكي وفي البداية ايجار الحدمة الله يفتح عليه وصير عنده هاي الدخل لانه حاليا عنده دخل اضافي بس مسألة ان الدخل الاضافي يصير بشكل دائم بشكل يومي يقدر يحتمد عليه فعلى اساسه بعدين يشتري بيت اوكي بس شو داية حياتكم في الكثير من التنقل ماذا سيحب فيك مرج الميزان هذا شخص راح ما ينسى وكفتك معاه اي شيء تتنازل لعنه خصوصا الاشياء متعلقة بالماديات اي شيء تتنازل عنه وتوقف معاه فيه اوكي حتى لو سعت اهله مثلا واحسنت لأهله هاد الامور كلش ما راح ينساها وراح تخليه جدا وفي معاك في المستقبل وجدا متمسك فيك في المستقبل عكس اذا خطرت طاقة مثلا انه تبث الخلاف مع اهله او تقول له لماذا انت قاعد تساعد اهلك انت مال مفروضة تساعدهم هاي الطاقة اي تخلي عن المادة في بداية ارتباطكم وزواجكم راح يأتي بثمار كبيرة في المستقبل مع هذا الشخص خلنا نتكلم عن الامور الاولية اللي راح يشوفها فيك ولاحظها ويحبها راح يحب فيك العطر المكرر اذا انت لان هذا كأنه ما شخص يتذكر اوكي ما ينسا فاللي راح يأتي بالنتيجة معاه ان انت يكون عطرك signature perfume ان انت يكون عندك عطر ثابت اهو اللي دائما تستخدمه اهو دائما اللي يشم فيك او لاحظه فيك احب المكياج الطبيعي اللي ما فيه كثير من الالوان والتصنع والمبالغة لان ايضا انسان غيور اوكي ويحب الصوت الهادئ ممكن تصير ممكن تتخلى عن هذا الهدوء لما تكونون بروحكم مع بعض تماما ولكن امام الناس امام اهلاف في الاماكن العام يحب ان انت يكون صادق هادئ خلع حين يسحب كرت نشوفها راح يكون من مدينتك ومدينة اخرى من دولتك ومن دولة اخرى هذا الشخص يأتي من منطقة انتو تركتوها من زمان او منطقة احد اجدادك يأتي منها مو منطقتك الحالية نعم من نفس الدولة ولكن مو منطقتك الحالية منطقة قديمة يعني مثلا لو كنت انت من الجنسية مجرد مثال لو كان الحين تكلم عن برج الميزان نزين وبرج الميزان ام هو من الجنسية السورية بصار له فترة طويلة عايش في الاردن فهذا الشخص احتمال كبير انه يأتي من جنسيتك القديمة مكانك القديم الجنسية السورية وكذلك انطبق الموضوع على نفس المنطقة راح يأتي من منطقة احد اجدادك كان موجود فيها بس انتو تركتوها او مسقط رأسكم منها وانتو تركتوها الحي اللي يأتي منه هذا الشخص ليس حي راقي لازم يكون صريحة معكم ليس حي ثاري ولا حي راقي حي بسيط حي قديم حي ضيق ولكن الجميل والخبر في الموضوع انه شفوا سبحان الله لله في خلق شعون لكثير من الاشخاص الله ما يفتح عليهم باب الرسم بشكل كبير الا لما يتزوجون وصيروا عندهم ابناء وهذا هي طاقة الشخص القادم في طريق فانت لازم تكون مو بس تقيم الشخص على اساس وضع الحالي تقيمه على اساس احتمالية انه في المستقبل يصبح افضل هذي زي بورج الميزان هذي كانت قراءة